ومشان هيك أنا وضعت عنوان لهذه الحلقة كن سامريا صالحا وطبعا الموضوع أخدته من بشارة لوقا الإصحاح العاشر من آية 25 مكتوب وإذا نموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية فقال له ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ فأجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك فقال له بالصواب أجب افعل هذا فتحيا وأما هو فإذ أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبه فأجاب يسوع وقال إنسان كان نازلا من أرشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله وكذلك لاوي أيضا اتصار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنا فتقدم وضمض جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه داء على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب أنت أيضا واصنع هكذا طبعا يعني الفكرة الأخيرة اللي وصل يسوع استنتاج هذا النموسي أو هو كاتب يعني ضليع دارس بيعلم الشريعة وكاتبها أيضا وسأل سؤال من أهم الأسئلة ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ركز على العمل ولكن أجاب المسيح بالصورة التي يفهمها هذا الكاتب أو هذا النموسي اللي بالحقيقة كان السؤال ليجرب يسوع المسيح لكي يوقع يسوع المسيح في خطأ معين فرد المسيح لأن المسيح بارع في فن التواصل رد عليه بسؤال وسأل يسوع المسيح يعني هو سأل يسوع ولكن يسوع سأل ما هو مكتوب في النموس كيف تقرأ طالما أنت معلم للشريعة ومعلم للنموس طبعا بالنسبة للشريعة النموس هذا متعارف عليه في التقليد اليهود اللي هو الوصايا الأدبية ما نسميها الوصايا الأخلاقية الوصايا العشر وهذه الوصايا تلخص بكل بساطة تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك ومن كل فكرك وأيضا يعني وصية ثانية مثلها تحب قريبك كنفسك ذي أهفتا لرعخا كموخا ولكن هنا أراد المسيح أنه يعرف عن القريب فضرب هذا المثل ردا على سؤال هذا النموس الذي وقع بالفخ نفسه إذ أراد أن يبرر نفسه فمن هو قريبي هل هو مجرد اليهودي من إخوتي أو من جنسي ولكن صدموا يسوع بهذا المثل أو هذه الحادثة التي شيء طبيعي كان بيحدث في بلادنا اشتركوا في القناة